جون بول كينغ هورن السير جون بول كينغ هورن هو سير فالس اللقب أدخله إسحاق نيوتن والذي أرادت الملكة إليزابيث أن تعطيه لي ستيفن هووكينغ ورفضه لأسبابه وعلى ذكر ستيفن هووكينغ العلامة الكبير هو أحد تلاميذ السير جون بول كينغ هورن بول كينغ هورن أستاذ هووكينغ في جامعة كيمبرج وهو أستاذ الجثيمات الدقيقة وأيضا على سن التاسع والأربعين بدأ يدرس اللاهوت بول كينغ هورن شوفوا على فكرة واكتشف بعض الجثيمات الدقيقة عنده يعني إبداعاته الفيزياء النظرية مش رجل مش فاهم مش ممن وصفهم استيس بالأغبياء أبدا فاهم لي حمليح أشوف كتاباته ما شاء الله عددا منها مذهل الرجل والكينغ هور حتى بالذات حين تحدث عن موضوع الدعاء الذي يسمي المسيحيون الصلاة تعرفون ماذا قال قال حتى بالمنطق العلمي الصارم الدعاء له جدوى وله مسار وله مجال وله نطقه كيف يسير أنت سير أنت مثل ساق نيوت أنت شغلة مش لعبة أنت قال نعم قال علميا سينتفق لي يعني طريقة علمية مح ضع العالم المادي نطاق الرئيسان نطاق ميكانيكي آلي حتمي ونطاق ضبابي لا ميكانيكي لا آلي ولا حتمي وهو النطاق الذي تلعب فيه نظرية ايش الكاوس كاوس بالألماني نظرية الفوضى الطاقس مثلا صحيح وهو يجعل ضمن هذا كمان التشافي من الأمراض مسارات ايه الأمراض المختلفة في الأفراد المختلفين قضية غير حتمية ولا يمكن أن تجعل قضية ميكانيكية والكينغ هورن وأما في المجال دون الذري فهذا عمل ميكانيكا الكم فيزياء ميكانيكا الكم كلها تتحرك في عالم ماذا لا آلي لا ميكانيكي لا حتمي قال ولذلك لذلك أنا أرى أنه من غير المعقول دينيا أو علميا أن ندعو الله مثلا بأن يوقف الشمس والأفصح أن يقف وقفه يقفه مش يوقفه أن يقف الشمس أو يجعل مسار القمر ايش عكسيا أو يطلع الشمس من مغربها الآن أنك تدعو بدعائي ضد قواني الكون اللي هي الحتمية الميكانيكية هذا غير معقول قال صح ولكن هناك ما نجاء مجال كبير للمناورة في القضايا الضبابية اللا حتمية اللا ميكانيكية مثل ماذا يسير قال مثل الطقس إذا أجدبنا قال ولم ينزل مطر ندعو الله قضية الطقس قضية غير ميكانيكية وتسمع بعض ملاحدة العرب يسخرون من المسلمين وكأن المسلمين وحدهم هم الذين يستسكون ربهم يا رجل فعلا من اتسعى علمه قل إنكاره نريد علما لا نريد دعاوى وانتفخات فارغة أستمع إليك أنت يا رجل ما عندك أي تاريخ علمي وحتى ما تكتبهما تقول لا يدل على أي رسوخ ولا على أي طلاح حقيقي يعني يجعلنا أن يقول واو الرجل مطلح حقيقة أذهلني وتسخر من الذين يستسكون الله تذهبون تستسكون الله ترجمة نانسي قنقر